عايزين نروح برضو الجزء المهم هو جزء استثمار ما شاء الله عندنا كم اكاديميات دلوقتي والله هم كانوا 13 اكاديمية انا الحمد لله ربنا وفعني ادرت اضيف عليهم 4 اكاديميات وفي اكاديمية 5 قادمة درسناها دراسة كويسة جدا بحيث انك انت لازم برضو كمان تراعي انك بتروح تعمل اكاديمية تليق باسم النادي الاهلي تروح تعمل اكاديمية في مكان يعني ممكن ما يبقاش هو المكان اللي ممكن اللعيب يعني يقول ماولدي تكون اكاديمية النادي الاهلي فهيا درسنا الاماكن بندرس البنية التحتية الملاعب بندرس كل حاجة وبنشوف بقى الناحية الاقتصادية المكان اللي احنا ترايح هل هو مكان يعني تقدر تفيد في الناس اللي موجودة في المكان كل مرحلة لها مستوى فيه مستوى اول مستوى ثاني مستوى ثالث مستوى رابع طبقا للمكان اللي انت بتروحه ومسا ممكن تروح من مكان بيكون فيه مثلا النواحي الاستثماري عالية ممكن فيه اماكن زي الصعيد مثلا انت محتاج انك برضو تتساعد الناس هناك معانا لقطاته حاجة بتتكلمك بتشطى يعني لقطات اللي كانت الافتتاح هي معانا دلوقتي اكاديمية النادي الاهلي في العبور كانت من ايام قليلة دي حقيقة دي تعتبر من انجح الاكاديميات لانه هي منطقة الابور منطقة حقيقة من المناطق المميزة جدا منطقة حقيقة انا شفتها ملعبها حقيقة على اعلى مستوى نادي العبور نادي بصراحة فيه وبنية تحتها عالية جدا انا حقيقة بحقي حقيقة مسؤولين ومجلس ادارة النادي العبور وعد كده كمان حقيقة اتفاقنا اتفاق انه لازم نعامل الناس اللي في النادي العبور معاملة اعضاء النادي الاهلي مهمة جدا لو كمان الجزيرة كمان انا زي ما احنا شافين لقطات دلوقتي الجزيرة كانت برضو من ايام ما شاء الله مع كابتن شاطة مع توليه خمسة اكاديميات ده شيء رائع والله انا انا هيا برضو انا لازم اشيد باكاديمية مركز شباب الجزيرة لانها بتخدم اعضاء النادي الاهلي الجزيرة اللي اتحرموا طبعا انت يا سامح حضرت بقى لما كنت بتلعب في بلعب النادي الاهلي والاستاذ في النادي الاهلي اه دلوقتي مفيش حد النادي الاهلي ما عادش بيجيب اللعب الناشين وكده لكن دلوقتي الحقيقة ملعب المركز شباب الجزيرة هتخدم عضاء النادي اه وكمان هتخدم ايه الزمالك والدقي والمنيل والحطة دي كلها والعجوزة فهي انا 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 بعتقد انه مركز شباب الجزيرة ده من من انجح المراكز اللي ممكن تخدم عضاء النادي الاهلي في الجزيرة لازم نسلط العضواء عليه ومبلغ كل العضاء في شايفيني كابتن محسن صالح موجود في افتتاع حفل الجزيرة وحقا كنت برضو يعني بالكرة بتستعرض شوية مهارات قبل لعيب الكرة لازم يبدل لازم في اي لحظة باللحظات كرة تنطاعة يا سامة دي حتة مهمة جدا حقيقة مركز شباب الجزيرة وعندنا طبعا حقيقة برضو مركز شباب الساحل لاخر حاجة دي في شبرة لازم نخش شبرة لانه شبرة دي منطيق طبعا يعني فيها كثافة ومواهب كتير جدا فحقيقة ان شاء الله في خلال الفترة القادمة دي احنا افتتح مركز شباب الجزيرة وحقيقة كابتين احمد السيد لابنادي الاهلي هو اللي حيكون مسؤول لان هذا المكان لان حقيقة يعني بذل موجود كبير جدا في انه يوفق الاوضاع بيننا وبين المركز ودي حاجة حقيقة بتشرف انه لا احمد السيد انه يكون حقيقة موجود معنا في هذا الموضوع الشيء الجايد كمان اكب شطحهاك وانت بتفتتح بتشغل او ابناء النادي الاهلي ولادي النادي الاهلي يعني ده شيء صراحة جيد وحاجة جيدة تعرف يا سامة النادي الاهلي في عدد كبير جدا من اللاعبين اللي اعتزلوا موجودين يعني بيستعمل في القطاع والقطاع ما بيستوعبنش كلهم في دولة الاكاديميات دي تازل تستوعب كل اولاد النادي في اي لحظة اي ابن من ابناء النادي الاهلي عايز يجي يستغل في قطاع في قطاع الاكاديميات انا مستعد ان اوفر له مكان ان شاء الله طبقا لكل واحد ظروفه لانه بينه بينك دي حاجة مهمة جدا انك انت برضو توفر لابناء النادي الاهلي اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين انك تجيب لهم مكان في هزي الاكاديميات طيب وده الشيء جاي احنا دلوقات الحاجة بتقول اكاديم شاطة ما شاء الله احنا وصينا دلوقات الـ 18 فرق عايزين نتكلم المحافظات فيه طبعا فيه فروح في المحافظات تقريبا دلوقات كل المحافظات تقريبا يعني بس فيش بنا لسه بندرسها عندنا طبعا في اسكندرية عندنا في منصورة عندنا في شرقية ابو كبير بالذات يعني لان ابو كبير دي طبعا انا روحتها وانا مدرب في خطان عشرين جبتها منها ياهاب عبدالعاطي واحمد السعيد واسامح حسني مش عايز اتكلم يعني ودي طبعا مهمة جدا انه فيه اماكن لازم تركز فيها فيها مواهب بذات المنصورة وانا طبعا لأول مرة احيابة كرة اكاديميات المنصورة اول اكاديمية انشاء نادي الاهلي قبل مدينة تنصر والشيخ زايد حيئة افتتاح كابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب اذكر ذلك تماما فدي طبعا حاجة توريك قديه هذه الاكاديمية من 2004 حتى هذه اللحظة كان وقتها كابتن محمد رمضان موجود حقيقة ويعني بنحييم هقول لك قصة كابتن شطف اكاديمية المنصورة دي وانا روحت حضارة الافتتاح بتاعها كان الكابتن سادب حفيز موديل الكورة دلوقتي اول ما تولى العمل الاداري في نادي الاهلي راح واحنا كنا كلعبة وقفنا جنبه فروحنا حتى يعني نسنده ونحضر معاه في الافتتاح كان في اكاديمية المنصورة دي انا مكنت سعرف ان هي وقتها كان كان وقتها موجود اه صحيح قالولي بس طبعا دي حاجة مهمة جدا انه نجوم كبارنا ميكونوا موجودين يريد يساعدونا انا من يجي نفتدح اكاديمية جديدة يتواجدوا بس عشان ايه الناس تعرف ان اكاديمية النادي الاهلي برضو وابناء النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي بتقف في هذا المشروع الكبير اوي ده من اكبر المشاريع الحقيقة انا بحيي فيها مجلس دارة النادي الاهلي وكتب محمود الخطيب وما سابقوه انها خلق من هذه الاكاديميات يعني بني تحتية للعبين في كل المحافظات انهم يكون عندهم يعني حقيقة مكان كويس يمرسوا في هذه اللعبة ان شاء الله برضو من اهدف الاكاديميات وحاك بتتكلم في الاهدف الفنية والهدف الاستثماري برضو هدف شعبية النادي الاهلي في المحافظات ده يعني حاجة بتوطط العلاقة ما بين الناس في المحافظات وخارج مصر كمان دلوقتي عندنا اكاديميات خارج مصر كمشط عندنا اكاديمتين خارج مصر في كويت وفي الامارات واحنا طبعا بصدد اننا نحاول برضو نعمل اكاديميات في افريقيا ايوا ما دا عايز روح لها دي حتي مهمة جدا لكن طبعا اكاديميات اللي موجودة هي في الخارج محتاجة لدراسة بشكل افضل من الوضع الحالي لانها هي محتاجة برضو فترة الكورونا دي اني خلت في خلل كبير جدا فيها لكن ان شاء الله انا بلغتها لجنة التخطيط في كيفية عادة صياغتها وازاي نتابعها بشكل افضل ان شاء الله ممكن ازاي كابتن شاطة ما شاء الله ليه خبرات افريقية كبيرة جدا وليه علاقات في افريقيا اشتغل في اتحاد الافريقي سنوات ازاي الناد الاهلي يستغل اسم كابتن شاطة مع اسم الناد الاهلي مع علاقاته في افريقيا نحن نعمل شعبية اكبر في افريقيا خاصة دلوقتي الناد الاهلي بيقدم على خطوة مهمة هي مسماني مدير فني للناد الاهلي والله دي طبعا يعني فكرة هي شاء في المهارات دي كابتن شاطة دي معانا المهارات على ودك كابتن سيبر عبد الرب طبعا اكاديميات الناد الاهلي في افريقيا دي مهمة جدا اه وسامة لان الحقيقة كابتن عبد الخطيب كلمني عليها من فترة طويلة جدا قال لي انا عايزك تشوف لنا موضوع لكاديميات وندرسها بحيس انه نحاول نستغل ان انا كنت كل مديري الفنين اعتحادات اللي هي القرية كلها اصدقائي واصحاوي اشتغلنا مع بعض عشرات السنين اه يعني مثلا جنوب افريقيا مثلا وقتها اه كان موجود فيها يعني اسرامي والتسواكا كان موجود هناك وكان موجود في اه غانا اه كل الحياة والسنغال كل الناس اللي موجودة دلوقتي نقدر نعمل مع اتصال لكن لازم نركز على بعض الاكاديميات اللي هي مهمة مثلا دلوقتي اه طالما متسمني موجود اه اذا نركز بجنوب افريقيا خلاص بقدر عملها سهل وخصوصا هو عنده اكاديميات هناك يعني هو نفسه فيتسو عنده اكاديميات هناك وبعدين من اكبر الحياة الاكاديميات اللي موجودة في افريقيا في جنوب افريقيا ليه؟ لانه عندهم بقى كورفر لو تفتكر كان افتتح هناك اكبر مركز بتاع بتاع اكاديميات للعب النسئين كورفر عندهم هناك حتى اسمها كورفر مثل او كورفر اكاديميس وبعد كده برضو في غانا عندك برضو غانا في أفليكس أبوازي وفليكس ده طبعاً ابننا ونقدر نستفيد منه هناك وعندنا برضو كمان في أنبولة فلافي وجلبرتو دلوقتي عندنا كمان تنزانيا سمعنا أنه في مجموعة قادة قبل التحياء المجلس الإدارة وإنهم عايزين يفتتح أكاديميات في تنزانيا. دي كل العاجات دي هدخلين أننا نستغلها ونستفيد من اللايبة الأفارقة ونعمل حقيقة أكاديميات موجودة في هذه الدول نقدر من خلالها نعمل التفاقيات نجيب اللايبة دي هنا أو نعيرها أو نخليها تكون موجودة في أي لحظة أن دي لها اللي يحتاجها للفرق الأول تكون موجودة ودي حاجة مهمة جداً. حاجة مهمة طبعاً